السلام عليكم أخوز كيف وضعكم وركم جيدا الحمد لله مرحبكم أفقارتكم سعادة أخوكم سعيد كنت قدام عاديش هال انظروت سودو ديالي وقدام الوحد تطبيق كنت قد رفل عاقصات لحرقته مادام للعيد بعد ان ظهر اطلع لي واحد الفيديو في اليوتيوب ديال واحد شي انفروانسر اللي بينا فيه بشهر بسبب كل شي كدر عليه احشي ديالشي هاشتاك ديال دوره 990 درهم لحساب ما فهمت انه يحاول انه يدير في هاداك شي ديال اليوتيوب يعني هاي سناعات المحتوى انا معرف شنو كين في الدورة وقاعد الناس اللي كهضروا معرفين شنو كين في الدورة صراحة مكراش ندخل الى القيت اللي ندخل الدورة نشوف شنو واغي اعلم فيها بالضبط باش ما نضلموش سيد ونهضروا احنا ما معرفين شنو كين اتو معرفين دائما شي موضوع كنظر فيه بكل حياة ديالي ما كانت بيعش الموجة وكنظر بالمطلقة الفكري ديالي وخاص مية في المية اخو يتعقوا لحاجة معينة انا لما كانتش بنت لي مع الفكري ديالي ما كان كنقول الفكري ديالي هادي تعودينه في الدري اللي بتبين درداشة واسنع عرف غريش اسمي شو دك الدري موهم دورات ساين ده مقاول مقاول يمكن مقاول اه كان عرف المقاول دك الدري اليوتيوبر كده دك شي ديال كده ديال مدر في السياسة مقدرش ندخل مدرشي سوشيال ميديا في القناة ديالو فمعندش كباش نوصل لدك الدورة هاو نقلب لها في جوجل ديما صناع المحتوى والناس اللي كهدروا على صناعة المحتوى في المغرب كهدروا على يوتيوب انستغرام ودابشوا تيك توك وكل شي كهم الفيسبوك شوفوا السطوريات اللي جايين سيد اللي غيبان فيهم رسطاج اللخر اللي اخر ديال الماركوتين وبالزرد من الناس كيعرفوه ليهو غيري فينر تشوك وكهدر على الفين وثلاثة وعشرين فين كين الاتنشن فين كين الناس وفين كين العينين وفين كين الفلوس شوفوا اردوا عليه حسنا 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 شوفوا هذا الفيديو دياله ما يمكنك تكونوا مشتاة ثم غريتكم لكل فيديو ولكن نصنع الواضحوه هذا كشيرابين نحن نهضروا عليه دري انفلوانسر مغلبي عنده قناة كبيرة ش بزاف لكن الناس يبين على ان الناس مهتمة به بزاف ريش ديال قناة دياله وممكن يكون تتعليع ومؤثر مدام بزاف هيضروا عليه فمؤثر يبيع الناس وحد دورة 900 تقول 1000 درهم على صناعات المحتوى ويشجع على الشكل كبير الناس انهم يدخلوا صناعات المحتوى كيف يشجع الناس أن يدخلوا التجارة لتسجدوا في التجارة أي شخص يستفيد من الناس يشجع الناس أن يدخلوا هذا الناس هناك فرق بين التشجيع المفيد و التشجيع التي تدليل يعني لتشجع الناس بشكل مضلل و توريش الحقيقة كاملة أو تكذب عليه بنسبة 100% لكي تستفيد منه من بعد هذا هو الآخر يتسمى نصب إذا كنت تشجع الناس أن يدخلوا شي دومان في ميتر فهذا يتسمى هذا الأمر طبيعي هذا الناس يتصح الناس أن يخرجوا من الوظيفة و يتركوا الوظيفة و يتوجهوا المجال بالإنترنت و أخصص لهم مجال الصناعات المحتوى لأن الهدف هو أن يجمع أكبر قدر ممكن للناس المهتمين في هذا المجال و ينخارطوا في تلك الدورة التي تبيعها بـ 960 درام يعني بحل ألف درام ألف درام نقل واحد درام أولاً، سيكون من بكري و ليس غير دابة، من بكري والناس يبيعوا المعرفة للناس آخرين سواء طريق كتب، سواء طريق كاسيطات و سيديات سواء طريق ملتاقة كيتجمعوا فيه و يضر اليوم على ذاك، استعفدوا في شيء معينة و هذا يبقى حق مشروع أي واحد عنده معرفة و يريد أن يشاركها بالفلوس، حق مشروع يريد أن يشاركها فابور هذا يسمى شيء أسمى يعني أنك تشارك معرفة بشكل مجاني لكي يستفيد الغير، فهذا هو شيء أسمى لكن الطبيعي وهو أن الواحد يريد أن يستفيد مدياً من المعرفة التي سيشارك حيث يجي من واحد المعاناة و واحد الفترة طويلة ديال البحث و ديال الخبرة فكي بغي أنه يستفيد منها مدياً لكي يشاركها للناس ما ديك تسمى مين وين؟ يعني كي يختصر عليهم بزافة الوقت، شو بزافة الفلوس و بزافة تمرة لكي يأخذوا هذا الشيء جائز ولكن اللي ماشي عادي وهو أنك يكون رأسك حاوي ما عندكش مدقول و تشارك مع الناس دورة بالفلوس يتعلمون فيها حاجة لعادية لو واحد يتعلمها غير بواحده بل كي نضيجة فابور كين بزافة الناس في اليوتيوب كعلم من الصات كيدروا صناعات المحتوى يعلموا الناس اليوتيوب يعلموا الناس الفيسبوك بشكل مجاني و أصلاً ذلك شيء رأي بين كيفية تفتح قنات كيفية تخدم بها ذلك شيء بين غير ذلك الشيء أدفانسد كي وورد السييو ديال بزاف الأمور اللي كتكون أدفانسد تقدر المحتاج اللي يعلمك لها ديجا كينة في اليوتيوب باش نمتد هاتشي هادا اللي ديجا كين تتلع عليه ندورها ب998 درام يعني بألف درام هذا كت أمر غير مقبول كتسمت ضحك على التوقون واستغلال المتابعين ماشي غير باش يبيع لهم حاجة لا استغلال المتابعين النصب باش ينصبع لهم يعني كذا كنت تسميه حد النصب لكن باش من ضرموش سيد إلا كانت عندو واحد الأفكار جداد في صناعات المحتوى حاجة احنا ما عارفين هان في صناعات المحتوى باي بارتاجها معانا من حقه يتخلص عليها من حقه يطلفيها فلوس ولكن بحكم الديرا يا ديالي ما هنكوش لك عادية لا تقدمه في مجال صناعات المحتوى معارف بزيال صناعات المحتوى كينه شي حاجة مخبية كينه شي حاجة مناس مهادرين شعليا كبقى فيسبوك في بعض الأشياء أبار ليجال كينين بعض الأشياء اللي كيف ما كنتسميوها تحراميات باش طلع محتوى ديالك ولكن ممكن تستاهلش هذكت ألف ديرهم باش تتعلم لها حاليا لحسب ما فهمت منو انه باقي يدير صناعات المحتوى ليس فقط تخصص بها اليوتيوب باقي تخصص بها قليل بلاتفورم كيف يدرون فيهم صناعات المحتوى يوتيوب فيسبوك تيك توك انستغرام ممكن لكين باقي يدارب على تويتر مثلا تدور في صناعات المحتوى مهم لكن ممكن بكانضون كانضون بأنه غايتخصص فاد ربعة ديال المواقع ما كراحش ندخل نشوف الفورماسيون كيفاش مدايرة وشو نعلمش غاية دار باش نقدر نعطي الحكم ديالي مية في المية ولكن انا كانضون بأن نبيل عن التوقعات ديالي الى كان غادي يدر فاتش هذا فاليوتيوب داك شي باين ما كنضونش مقاول غايعرف كيفاش يجيب ربعة لاف ساعة و ألف مشترك بشكل غير قانوني يعني كنضون بأن المقاول غادي يدر بحد شكل عادي كشخص عندو حد معرفة عادية ماشي واحد غادي يوريك تحراميات ديال اليوتيوب ما زال غا تحراميات دياليوتيوب ما زال غا تحلل لي هذك الفلوس اللي غادي يشد لكن انا ما كنضونش حيداك الشي هذا ينصد يعني ما كنضونش بأن المقاول غا يقدر يدخل فاتش اللي يخدمو فيه الدراري لحسب ما شفت والخبرة ديالو في الانترنت ما كنضونش بأنه غادي يقدر على هذا الشي هذا فيسبوك فيسبوك حاليا ضعيف في المناطق العربية نعم قوي في المناطق الأجنبية في الأمريكا أوروبا وأستراليا مناطق العربية باقي ضعيف يخلص مزيان العرب يخلص مزيان المغربة هذا اللي خدمتي عن طريق يعني المونيتيزيشن اللي يدخل في الفليباج ما كنضونش أنا كدخل مبالغ كبيرة وأخب مشاهدات اللي تقدر توصل نصف مليون ولكن راح تهوية بين وتهوى طريقة الخدمة ديالو بينه تيك توك تهوى لكشي فيه بين تهوى طريقة خدمة ديالو بينه كل شي مشروح انستغرام لكتدام غير بالماركوتي كتطلع انستغرام ما كتتخلصش على البوست ديالي كتتخلص غير لفاش كتجيك شي إشارة ديرو وكتلوح البوست ديرو في الانستغرام هذي حتى هوى مكت ما فيه شي حاجة اللي أنك خاص كتتتعلم ليها محساج دورة باشتتعلم ليها كل شي بين كنشوف بأنه سييد بغي يبيع حاجة طبيعية ما فيهت شي نوع ديال إبداع ولا نوع ديال المعريفة ولا شي حاجة اللي جديدة من دومين جديد يدخلون لينا ليستاهل 960 درام ألف درام ما كنظم للرغم أنني عارف باللي بزافت الناس داروا دورات في مجالات متعددة وللقى واحد الوجوم من الناس هؤلاء هيترز يحقطوا على أي واحد بغي يدخل الفلوس يدخل لي واحد الهجمة لكي لا يربح فلوس لكي الناس لا يدخلوا معه ولا يدخلوا معه في الفورماسيون التي يدخل واناك ممكن تسوق هذا السيد عنده الحق أنه يدخل دوري أعلم فيها شيئا مختلف فيها ولكن أنا أحتل عند هذا السيد هذا المقاول والدورة اللي سيدخل وقلت محشومة لم أجدت أن أدخل دورة بألف درام الشيء حوائش بايزيك حوائش عاديين من الناس يمكن أن يتعلمون اليوم فابور في اليوتيوب بالتأمان كبير ولي هو ألف درام فهذا هو ما هو نظر لي في هذه المسألة المقاول والدورة أخيرا ماذا نظر لكم في مسألة دورة السيناعة المحشوة سامي وسادة السيادة قلوا لي في كيف نسمعكم جاوبكم ونقشف الأول واحدة وشوفكم إن شاء الله فيديو الشيء الله عم